متسبع قنشوف تفيرو مسهلا مرحبا بكم معنا في هذه البت المباشر حصلت اليوم كالعادة يا ربي السلامة كالعادة وزارة الصحة كالصدام المغاربة من جديد اربعالاف وخمسة وربعين حالة اصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد خلال اربعة وشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الاجمال المصاب بالفيروس الى مية واربعة وتسعين الف واربعمية واحد وستين حالة في المغرب. اتقل حصلة يا ربي السلامة اليوم اربعالاف وخمسة واربعين حالة مؤكدة متسبنة في محالة الوفيات كترتفع كذلك الى خمسين حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد ضحايا كورونا الى ثلاثة ومئتين وخمسة وخمسين يا ربي السلامة. الارقام غادية وكتكبر الاخوان اتقل حاصلة منذ بداية الجائحة كذلك اربعالاف وخمسة واربعين اصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد تمنى والدعوات ديالكم اللي رفعلين الوباء واشهد كورونا مع تساليش اين هو الخلال من يتحمل المسؤولية ارقام كبيرة ارقام كبيرة اليوم اربعالاف وخمسة واربعين اصابة على المستوى الوطني يا ربي السلامة اكيد الارقام غادية وكتكبر تطوان شجلة اليوم تسعود وخمسين اصابة تسعود وخمسين اصابة اتقل حاصلة كذلك للأسف. اعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت عن تسجيل اربعالاف وخمسة واربعين حالة اصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد خلال اخر وشرين ساعة الماضية ليرتفي على عدد الاجمالي والمصاب بين الفيروس الى مية واؤتسعين الف وarbعمة وواحد وستين حالة في المغرب وفق المصدر ذاتي. فان على هذه الحالة المستبعات بعد الحصول على النتائي السلبية قد اه بعد التحاليل المخبرية السلبية قد بلغ مليونين مليونين واتسعtera واحد وثمائين الف سبعمية وتمين دعوية اثمائين حالة منذ بلاية تنتشر الفيروس على المستوى الوطني. وفدت المعطية الرسمية بين الف goddamn نفسها عرفت للأسف تشجيل خمسين حالة وفاة جديدة ليصل عدد ضحايا كورونا الى ثلاث ومئتين وخمسة وخمسين حالة. وتم التأكيد من ثلاث ومئة وسبعة وتسعين حالة شفاء اضافية اللي ارتفعها الحاصلة اجمالية للتعافي الى مئة وستين الف وثلتمية وثنين وسبعين. تهيبوا وزارة الصحابي المواطنات والمواطنين التزام بقواعد نظافة السلامة الصحية ونخيرات التدابير الاحترازية التي خلاصة سلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. اذا اليوم متسبعين حصيلة اتقل حصيلة منذ بداية الجائحة. اربعالاف وخمسة واربعين حالة اصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد. يارب السلامة الارقام غادية وكتكبر اتقام ارقام غادية وكترتفع من يتحمل المسؤولية اين هو الخلال. تانجة اليوم ثلاثة وسبعين وتطوان سعود وخمسين طبعا. تانجة وتطوان في المنطقة الحمراء للأسف. اذا لنا متسبعين ارقام غادية وكترتفع. نتمنى والدعوات ديلكم لرفع لنا هذا الوباء. احنا ما كن في هذا المباشر طبعا كان ننتظروا الحاصيلة دائما ويدنا على قلوبنا للأسف. كان ننتظروا ان الارقام تراجع باش رجعوا للحالة الطبيعية. ولكن للأسف. هاد الموجة التانية اربكة الحسابات. تشوفوا دول متقدمة مثل فرنسا اسبانيا هولندا بريطانيا كتعيش الأمرين. المغرب بدوره الان فوق فوهة بركان مع هذه الجائحة للأسف. اعلنت وزارات الصحة مساء اليوم السبت عن تسجيل اربعالاف وخمسة وربعين حالة اصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد خلال اربعة وعشرين ساعة الماضية. ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس الى مية وعبعة وتسعين الف واربعمية وواحد وستين حالة في المغرب. وفق المصدر ذاتي فان عدد الحالات المستبع على بدل الحصول لنتائي سلبية ومتحالي المقبارية قد بلغ مليونين وتسعمية واحد وتمانين الف وسبعمية وتمانية وتمانين حالة للأسف على المستوى الوطني. اذا حالة الوفاة هي حصلت قيلة اليوم خمسين حالة وفاة جديدة كترفع العدد الاجمالي لضحايا كورونا الى تلتلاف وميتين وخمسة وخمسين. افدت المعطيات اه كذلك انه تم تأكيد من تلتلاف ومية وسبعة وتسعين حالة شفاء اضافية. اليوم اتقل اه عدد كذلك اكبر حصيلة ايجابية ديال الناس اللي تعافوا اليوم الحمد لله تلتلاف ومية وسبعة وتسعين حالة شفاء اضافية كترفع كترفع فوال الحصيلة الاجمالية الى مية وستين الف وثلتمية واثنين وسبعين. تهيبوا وزارة السحاب المواطنة والمواطنين التزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية الخيرات التدابير الاحترازية. اتخلتها السلطة المغربية بكل وطنية ومسؤولية. اذا نتمنى والدعوات ديالكم لرفع لنا هذا الوباء. الان كندقوا نقوس الخطر اكيد. تندقوا نقوس الخطر بهذه الارقام الكبيرة متسبعينة اللي ارتفعت اليوم. نتمنوا بالفعل نتمنوا بالفعل ما نشوفو شبيت هاد الارقام. نتمنوا بالفعل الدعوات ديالكم لرفع لنا هذا الوباء. هذا هو الاهم لنا الارقام غادية وكتكبر الاخوان. ما بغينا الناس آآ تحمل مسؤوليتها. هذا هو الاهم لنا الارقام غادية وكتكبر. وكترتفع بشكل كبير بشكل يومي. يعني لذا لاحظنا اكتر من آآ اكتر من آآ ستين يوم. احنا دخلين في تسعين يوم. يعني في شهر التاريس والارقام كترتفع. اين هو الخلل? لو اكبر اذن سالة المغرب حسب وقيت يطوان وضواحية. آآ الارقام غادية وكترتفع من يتحمل مسؤولية? اين الخلل? اذا ايمان شكرا لك. آآ شكرا الليلة. شكرا الايمان. شكرا كل المتابعين اوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. طبعا عندنا متتبعين اوفياء من فرنسا من اسبانيا من بروكسيل من هولندا من بريطانيا من الامارات من تونس من الجزائر من امريكا من سويدن من جميع الدول آآ تيتابعونا في هاد المباشرة طبعا تنتأسفوا كتير على هاد الارقام للأسف اللي كترتفع متابعنا. اعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت عن تسجيل اربعة الاف وخمسة وربعين حالة يصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد خلال اربعة وعشرين ساعة. الماضية اللي يرتفع على الاجمال المواصل من الفيروس لمية وخمسة وربعين الف واربعمائة وواحد وستسين حالة في المغرب وفق المصدر الذاتي فان عدد الحالة المستبعدة بعد محصول على النتائج سريبية تهمة التحليل المخبارية بلغ العدد مليونين وتسعمية وواحد وتمانين الف وسبعمية وتمانية وتمانية منذ حالة منذ بداية انتشار الوباء على المستوى الوطني للتذكير ان مدينة اطوان وعملات المضيق الفنيدق رجعوا للحاجر الصحي مدينة الدر البيضاء رجعت للحاجر الصحي مدينة بن سليمان رجعت للحاجر الصحي ومجموعة من المدن ممكن اليوم قبل غداء للا ترجع للحاجر الصحي وهذا ما يؤكد اننا فوق فوهات بوركان. تمنوا الدعوات ديلكم اللي فعلينا بوباء. تمنوا بالفعل. الناس تاخد الامر بجدية وبروحها المسئولية. هذا هو الاهم. اذا اننا متسبعنا مباشرة من قلب تطوان تلاتيكم حسينة اليوم. بين الناس تاخد الامر بجدية وبروحها المسئولية. تمنوا الدعوات ديلكم. يا رب بيت الفعلين هاد الوباء. وانتمنوا كذلك. من الناس تاخد الامر بجدية وبروحها المسئولية لانك ندق نقوصة الخطر. الربعالاف وخمسة واربعين رقم كبير الاخوة. هاد الارقام كنا كنسمعها في مجموعة من الدول خاصة اسبانيا فرنسا وايطاليا في البداية دي الجائحة. الان الان ديناك نشوف ارقام اه كبيرة. ارقام اه كبيرة للأسف. وانتمنوا الدعوات ديلكم اللي رفعلين هاد الوباء. هذا هو الاهم. متسبقة نشوف تافية. شكرا لكم على التفاعل التعليقات ديلكم. كان معكم معتاكف كالعادة من مدينة تطوان في هاد الدردجة. وانتمنوا اللي رفعلين هاد الوباء والحاضر العلم الغائب. هاد هو الاهم. من تطوان عبر شوارع الحمار البيضاء. حصلت اليوم اتقل حصل على المستوى الوطني. اعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت عن تسجيل اربعالاف وخمسة وربعين حالة يصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المشتجات خلال اربعة وثنين ساعة الماضية. يرتفي العدد الاجمالي للمصابين. من الفيروس الى مية وعبعة وتسعين الف وربعمية وواحد وستين. حالة في المغرب وفق المصدر ذاته. فان عدد الحالة المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبيا بلغ مليونين مليونين وربعمية واحد وتسعين الف وسبعمية وثمانية وثمانين حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. فيما اه تأكد اليوم من حالة التعافية الحمد الله الى من تلتة الاف ومية وسبعة وتسعين حالة شفاء. اضافية كثرة العدد الاجمالي الى مية وستين الف وتلتمية واثنين وسبعين. تهيبوا وزارة السحاك العدد من المواطنين والمواطنين التزام بقواعد اه نضافة وبسنة مصحية. انخراف تدابي الاختلاز اللي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متسبقة نشوف تافي. شكرا لكم على التفاعل التعليقات ديالكم. كلم معكم معتاك كالعادة الى اللقاء في مباشر اخر.